تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله برقية تهنئة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائبي القائد الأعلى النائبي الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لإقرار ميثاق العمل الوطنية وعرب سمو للعهد في البرقية عن خالص التهاني والتبركات بهذه المناسبة التي أسست لمرحلة مهمة في تاريخ البحرين الحديثة والتي أرسى دعائمها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله لما فيه خير وصالح الوطن والمواطن متمنا عاليا جهود سمو رئيس الوزراء الداعمة للمسيرة الوطنية المباركة وأسهامه في النهضة التنموية للوطن إنفاذا لرؤى وتطلعات جلالة الملك المفدى حفظه الله ومواصلة عملية البناء والتطوير بما يعود نفعة على المواطنين ويلب تطلعات المنشودة سائلا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الوطنية الغالية على سمو رئيس الوزراء بمنفور الصحة والعافية والسعادة لمواصلة عطاء الخير بقيادة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه هذا وقد بعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله برقية شكر جوابية إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله عبر فيها عن شكره لسمو ولي العهد واعتزازه لما تضمنته برقية سموه من مشاعر وطنية نبيلة وأن الاحتفال بهذه المناسبة جاء تجسيدا للرؤى الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله مؤكدا تقديره لما يواليه سمو ولي العهد من بذل الجهود المخلصة ومن عطاء وإسهامات وطنية سعيا لنهوض وتقدم ونماء بلدنا العزيزة دعين الله العلي القدير أن يحفظ سموه ويسبغ عليه موفور الصحة والسعادة اشتركوا في القناة